بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي ومشاهدي قناة النادي الآلي وجمهوري النادي الآلي في كل مكان أهلاً ومرحباً بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من الأبطال الحقيقة حلقتنا النهاردة زي ما تعودنا بتبقى عبارة عن نصفين النصف الأول مجموعة من الأخبار والحقيقة خلاص يعني فيه ألعاب كتيرة الموسم بالنسبة لها انتهى فالحقيقة ما عندناش أخبار كثيرة عشان نقولها على فرقنا الرياضية ولكن مازال عندنا كرة اليد بتلعب رجال وعندنا كرة السلة رجال وسيدان دول التلات أفرع المعروفين لحضراتكم اللي لسه عندهم نشاطات خلال الشهر القادم وفيه منهم اللي خلاص يوم الجمعة زي كرة اليد هيكون آخر مباراة لي في هذا الموسم نتمنى إن شاء الله الفوز ونعلق على كل الأحداث دي وهنشرح لحضراتكم بالتفصيل ده هيبقى في النصف الأول النهاردة الفقرة الحوارية أو يعني حلقتنا النهاردة في الفقرة الحوارية حوارية مع ألعاب القوة سيدنا المشاهدين أو جمهور نادي الأهلي يعني اللي ما يعرفش احنا حقيقة عندنا ألعاب قوة أو نشاط ألعاب جوة جوة نادي الأهلي وعملنا له حلقات كتيرة الحقيقة وفردنا إنجازات كبيرة لألعاب القوة ونادي الأهلي بيحتضن أبطال أولمبيين وبيحتضن نجوم مصر وأبطال مصر أغلبهم طبعا مش كلهم أكيد ولكن أغلب اللاعبين واللعبات سواء على قطاع الناشئين أو الفريق الأول أو العمومي أو أي أعمار سنية نادي الأهلي بيحتضنهم ورئيس الجهاز كابتن ياسر داود الحقيقة عندنا نشاط كبير وعندنا نتائج جيدة جدة حققت في ألعاب القوة سواء على المستوى المحلي أو حتى المستوى الإقليمي والقر النهاردة ضيوفي هيكونوا ألعاب القوة هيكون معنا مجموعة كبيرة طبعا على رأسهم كابتن ياسر داود رئيس الجهاز والحقيقة اللي يعني للفترة الأخيرة كان يعني عامل خطط وبلانز معينة لألعاب القوة على مدار السنوات والحقيقة نضفنا دايما بصفة مستمرة ودايما بنستعرض مع اللي فات واللي جاي هيكون هو ضفنا النهاردة على رأس مجموعة من اللاعبين ومنها خالدها تكون معنا ومعنا روشا نادر ومعنا جيلان سيد وعلاق السيد دول مجموعة لعبين ألعاب القوة اللي هيكونوا معنا فيه طبعا فيه وجود كابتن ياسر داود عشان نستعرض إنجازاتهم ونعرفهم بحضراتكم عشان نستعرض ايه اللي جاي كمان ودول أبرز الأرقام الحقيقة اللي اتحققت في ألعاب القوة هذا الموسم دول ضيوفنا ان شاء الله في الفقرة الحوارية هنروح لأخبارنا هنبتدي بكرة اليد الرجال مباراة مباراة لكرة اليد الأهل والزمالك والانتهت بخسارة نادي الأهل أمام نادي زمالك 29-25 خلاص مستر ديفيد ديفيدز واللعبين والجهاز الفني أفلوا صفحة هذه المباراة وارد جدا أن انت تتعادل في السيرس واحد واحد وتروح لمباراة فيسل وده وارد جدا جدا ولكن اللي مش طبيعي هو الأداء التحكيمي مباراة حقيقة حاجة أداء التحكيمي من حكمين اتنين يعني علاء حسن وحسام معتمد لازم نقول أسام يوه لازم نقول أسام يوه الحكم علاء حسن وحسام معتمد الحكمين دول للأسف مباراة أخطاء تحكمية بالجملة ويعني أبرزهم على الإطلاق طبعا طرد اتنين لعيبة طبعا المصري وطرد أول طرد لنا كان طرد المصري باهم المصري مدافع وبعديهم على طول كان ياسر سيف طرد الاتنين لعيبة دول كانوا مبارح في المباراة بدون الرجوع للفيديو بروف انت النهاردة ما عندك حتى انت عارفين في كل لعبة فيه فار فار في كرة القدم هو أشهر يعني مسمى عندك في الكرة السلة IRS عندك في كرة اليد اليد الفيديو بروف ما رحلوش يعني النهاردة انت عندك اتنين بيضطردوا أبسط الإيمان هتطرد لعيب مهم من فرقة لازم تروح تبص في الوقت اللي المطش اللي قبل كده حصل من لعب المطش الأولاني حصل من لعب نادي الزمالك تصرفه وخارج من أرض الملعب وكل الكاميرات جابته وكل الدنيا شافته ما حصلش أي إجراء يا جماعة يعني أنا ما عنديش كلمة أقولها يعني طب يعني الناس دي الزيب يعني أنا مش عارف مطش الزمالك الأولاني لعب مهم في نادي الزمالك بدون ذكر اسمه خارج من الملعب تم طرده خارج من الملعب عمل حركة أو يعني صدر منه أمر كل الناس شافته وانتظرنا وقعدنا نكتب ونقول إيه اللي هيحصل معاه لجنة المسابقة تتعمل إيه مفيش حاجة مبارح بيطلع الكارت الأحمر لاتنين لعيبة مهمين عندك في نوطايم طب يا باشا روح بص على الفيديو واللي احنا بنطالب من هنا مباراة تالتة لازم يروحوله لو الحكام ما راح تلوش هيبقى فيه مشكلة وهيضيعوا موجود الفرقة نادي الأهلي هذا الفريد عرض بظلم كبير وأنا هقول لكم ليه كمان الحاجة التانية أول المباراة خالص كان فيه مباراة كان فيه فاول على أحمد الله أحمر يستحق إيقاف ديئتين ورمية جزائية ولا كانهم شايفنا ولا كانهم شافوها يعني تاني علاء حسن وحسن معتمد الحكمين دول خليكوا فاكرينهم مش هننسى أبدا اللي عملوا في مباراة مباراة عمرنا ما هننسى مهما ربنا أحيانا كده كهلوية عمرنا ما هننسى علاء حسن وحسن معتمد من اللي صدر منهم مباراة قد يكونوا توفقوا وما توفقوش يعني دي حاجة أنا ما بقولش ما بأخش جواه النواية ولكن أنا بتكلم على أداء أداء جواه الملعب أنا لا سمح الله ما بقولش حد بيتعامد حاجة علشان بس ما تقلش هيسم قال في قناة الأهلي كده أنا بقول إن فيه أخطاء والأخطاء دي الحقيقة يعني أثرت معنا جامل جدا طيب أروح لحاجة تانية والمطش دي حاجة ما تخدش الحكام بقى المباراة الأولى المباراة الأولى اللي حصل فيها وما تخدش أي أكشن نهاية طيب أنا رسلتي هنا ليه يعني لجنة الحكام والحكام اللي هتحكم المباراة ينكان وهو فيه أسامة سرابة يعني ولكن ما اتعلنش عنها يعني رسميا ولكن يعني رسلتي لجنة الحكام والحكام لو سمحت يعني ركزوا ما تضيعوش موجود فرقة لأن أريد النادي الأهلي داخل المباراة دي هو مظلوم وأنا قلت الحلقة اللي فاتت نظام المسابقات ظلم النادي الأهلي ولجنة المسابقات اللي حطت مسابقات الرجال ظلمت النادي الاهلي هو نفس الاتحاد في لجنة مسابقات للسيدات ولجنة مسابقات للرجال لجنة مسابقات للسيدات قدت الأفضلية للي طول الموسم بيكسر وطلعت في النهايات أول تاني تالت رابع كل واحد بيمتاز بميزة حسب ترتيبه قدت لللي تعب واجتهت طول السنة ميزة كان منها في السيدات ان الدورة مجمعة الأولى تبقى على ملعب الثاني الدورة مجمعة الثانية تبقى على ملعب الأول ودخلك راكب بنقطة ونص نقطة عن اللي بعدك عن اللي بعدك الرجال شكمن ده خالص أول وتاني زي بعض ولعبوا بيستو في سريه ده في عهد مين وفي عقل مين وفي عدل مين وفي الميزان مين ده يعني في أني ميزان تقول ان انت السنة كلها بتلعبوا في الأخي تتساوي الأول بالتاني ونلعب بيستو في سريه ليه ليه يعني ايه ايه الدافع لكده او ما انا يعني يا اخي طب انا خش يعني وديني بيستو في سريه بس انا فارق بنقطة ان انا كسب مطش واحد من الثلاثة فوز يا راجل يا راجل ميزني بحاجة مايبقاش انا الموسم كله بتعب وبكسب ومخسرتش غير يمكن مباراة ولا حاجة وبتساوي بالخص التلات اربعة مباراة يا راجل يا راجل فين كده ده فين في اي حتة في العالم كده دخلني فارق نص نقطة ان انا كسب مطش واحد من الثلاثة فوز يبقى التاني لو كسب مطشين هو اللي يفوز ماشي انا معاك والاول يبقى معاه مطش يا سيدي ماشي ومع ذلك ظلم ويا سيدي اعتبر هالك كده انما انت النهاردة بتدخلني متساوي مع التاني طب ازاي يا جماعة ومع ذلك تجيب لي حكام يعملوا فيها كده كمان ده ايه ده يا جماعة ده طيب خلاص انا يعني انا بصراحة يعني عزروني يعني انا يعني انا دمي محروق من مبارح بصراحة رسالتي للعيبة طلعوا كل الكلام ده بره دمك وخالص طلعوا بره دمك وركزوا في المباراة عادي جدا تلعب اعتبر ان انت بتلعب ضد تمن لعيبة في الملعب وانتو فاهمين كلامي اعتبر كده انزل العب راجل واعرف ان انت هتاخد البطولة دي يعني بالمجود والتعب والعرب انزل بافع وجزة على سنانك والعب انت النهاردة يعني مباراة بالموسم كله فان شاء الله يعني نتمنى من اللعبين التركيز بدون اي ضغط عصبي نلعب وندافع ونتوقع اي حاجة ممكن تحصل في الملعب من الحكام توقع اي شيء انا يعني بقولي الكلام ده للأسف وانا في كمة يعني الاحباط بصراحة بس هو ده لازم يتعامل انا لو ما كان اللعب هلعب كده لازم العب والله بقيت بخاف من الحكام في الالعاب الجماعية ضد النادي الاهلي اكتر ما بخاف من عدم التوفيق او من الفرق التاني ولكم يعني في كرة السلة والطيرة واليد كل ده يعني حكايات نقد نقولها بصراحة معلش انا طولت عليكم في الموضوع ده ولكن انا هميني ان شاء الله اللعب هلعب تنزل مركزة يوم الجمعة بإذن الله دفاع نغل نلعب بقوة انتوا الافضل طول الموسم انتوا الاحسن نتيبكوا بتقول كده اداكوا بيقولوا كده نرجع تاني الدفاع ثم الدفاع ثم الدفاع وان شاء الله ربنا يوفق وربنا المستعان بإذن الله هم ستين دي ربنا وفانا فيهم بإذن الرحمن